نحن الآن في مناطق الربا هذه المناطق التي تقع في الجبل الأحمر هذا الجبل الذي تم السيطرة عليه من قبل قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية اندلعت فيه اشتباكات منذ أمس المساء وكانت أكثر احتداما حيث حقق فيه الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة سيطرة فيه على مواقع الربطة وعلى مواقع الغول بالخلف منها يتواجد معسكر حام ايضا معسكر حام هذا هو احد المعسكرات المهمة في محافظة الجوف والذي تسيطر عليه قوات الميليشيا وهو نقطة امداد بالنسبة لها يغذي خطوطها تمركزها في المناطق المتبقية التي تسيطر عليها طبعا نحن الآن هنا في هذه المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني المسنود والمقاومة ويتواجد إلى جوارنا احد القيادات العسكرية المهمة وهو مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العقيد محمد بالراسيا بامكانه هو ان يحدثنا عن اخر التطورات وعن اخر الاحداث التي سطر فيها الجيش الوطني انتصاراته شكرا لقناة بلقيس على هذه الزيارة طيبة التي جاءت في وقتها نحن في هذا اليوم المبارك في يوم الثاني والعشرين من شهر اربعة يوم السبت استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعت بعض الكتائب من كتائب الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من سيطرة على هذه السلسلة الجبلية اذا بعد اشتباكات محتدمة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وايضا الميليشيات في خلف هذا الجبل وبعد ان سيطرت عليه قوات الجيش الوطني والمقاومة لا زالت الان الاشتباكات محتدمة بين رجال القوات الجيش الوطني والمقاومة فيما تبقى من جبل جربان هذا الجبل ايضا هو مطل على معسكر حام هذا المعسكر هو استراتيجي ونقطة امداد مركزية بالنسبة للميليشيات في محافظة الجوف علي الجرادي جبل جربان محافظة الجوف